السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيبي في مطبخ أم نادا. النهاردة احنا هنعمل نوع من أنواع مكرمشات. اطفالنا كلها بتحبها. هنعمل مع بعض دوريتوس. الطريقة هنشوفها اللي هي الطريقة تبقى سهلة ان شاء الله بسيطة. نشوفه هنا هنحتاج ايه معي? هنا مص كيلو دقيق. وهنا معي دي كده بودرة بتعم الجبنة. اه بجيبها من عند العطار بيبقى عنده جميع النكهات اه بتعم الكاتشة بتعم الكباب اه اه يعني على حسب ما تحب يعني. انا سألت عليها يعني بالنسبة لطعم الجبنة ديت عشان بس محدش يكلمني عليها فانا سألته عشان اتأكد برضو يعني دي صحية يعني اه يعني على اولادنا يعني لما اعمل بيها المستخدمها. فقال لي اه عادي يعني دي صحية والناس ياما بتشريها. فما فيش منها ايه مشكلة يعني. فانا هنا معي دي معلقة كبيرة من بودرة الجبنة. طبعا انا في قطعامة تانية انا اخترت الجبنة طعم الجبنة. اه هنا معي نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بابريكا. وهنا معي تلات معلق اه زيت. ومعي ميا للعجن ميا عادية مش دافية. فهنا هنبدأ اه بسم الله الرحمن الرحيق نعم. هنبدأ اللي انا هنضيف الحجم تحتي كده على الدهين. بعد ما قلبت كله كده مع بعضه. هبدأ بقى انزل بتلات معلق زيت. اه زي دي كده تلات معلق بس. وعلى فكرة كمان اه اه انا اه بعد ما حاجن العجينة اه اه انا اه اه هفردها في اه اه في مكانة الماكرونة وبعد كده هقطعها بقى مسلسات واقليها في الزيت. اه في حاجة كمان ممكن اه تندهن اه ببيضة يعني. و اه ممكن تندهن الوش كده وترش اه سمسة ما او حبة البركة وتدخل في ال اه على ساج تترس كده على ساج وتدخل الفرج. فكده انا هوقف بس دوقتي عشان ما اطورش الفيديو. وبعد ما اجن العجينة هارجع تاني معكم انا بفردها في في المكانة. اه كده خلاص اه ده كده شكل اللي عجينا كده معي بعد ما اجنتها. كده بقى انا حبدأ بقى لنا ايه السماء كده وتكور عشان اعرف بس اخد كل واحدة و وافردها في المكانة. ممكن تفرد بالنشابة عادي. بس انا بس عشان ايه? اسهل على نفسي. كده. اه كده انا رشيت كده رشة دي ايه? اه وعلى العجينة. طبعا انا كده ردها بس شوية كده بالطوق لعشان اعرف افردها في المكانة. طبعا ايه المكانة بتبقى احسن عشان انا عايزاها تبقى تبقى رأياءة جامد. اه كل ما تبقى رأياءة. اه كل ما تديني ارماشة احسن. اه. اه كده انا اخدت حتة من العجينة وحطيت عليها ربع معلقة شطة. اه وزودت برضو بابريكا مص معلقة. ورشة منح. او كده حدق اللي انا عشان انا عايزاها بتعمل شطة. انا حدق اللي انا ادخل البابريكا والشطة. عشان كده انا لأولادة عايزينها بتعمل شطة. حط عليها كده دقيق. واروح بقى يعز المكانة. كده اه كده بقى انا بفقدها كده في المكانة. وطبعا انا حطيها رشة دي عشان ما تبزقش معي. اه زي ما احنا شايفين. هي هي مرة واحدة بس. كده مرة واحدة. وبعد كده باقي ابدأ اللي انا قطع. انا بقى حفظة اللي هي انا قطعها كده. نصير. وممكن كمان اه يعني اه ميت جرام كده ممكن تناقصي من نص كيلو دي ايه ميت جرام ما. و. اه وتحطي بدلو ضيئ. دورة بيرة بس انا الي انا عبيتها كلها بـ بضيئ عادي. انا بقى انا أحبضل اللي انا كده lei سأقص كده. وسلسات بس انا هجيب صنية وارص فيه بقى ان نتقطع تهول بس انا هجيب صنية وارص كده بقى انا هسيبه كده على الصنية وقطع دي كمانا وبعد كده ايه أفرده و أحمره كده بقى أنا ببدأ اللي أنا أحمر أحمرهم كده في الزيت لحد أول ما يبدأ بس ياخد لون جهبي كده معنا أطلع كده أول ما يبدأ ياخد لون جهبي هارجع تاني كده خلاص كده أخلت معايا لون جهبي كده فاتح أنا مش عايزة أغمها قوي كده حبيبي دي كتت وصفاتنا النهاردة عمل طريقة عمل دوريتوس بطريقة سهلة وإحنا عارفين اللي أطفالنا بيحبوا المشاتة أتمنى الوصفة النهاردة تكون هي جبتكو كده اللي هو بتعم الجبنة وده اللي بتعم الشطة شايفين مقار مش هوت أتمنى اللي الوصفة تكون عجبتكم النهاردة وياريت اللي لسه متابعي القناة لأول مرة وأول مرة يشوف القناة ياريت يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناة حنان الورائي أو مندى وفتحي وأتمنى الوصفات اللي أنا بنزلها تنال إعجابكو ولو في أي حاجة ممكن تكتبوني تعليقات وتشاركوني برأيكو أحبكم جدا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى اللي الوصفات اللي أعجابكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة